في العشرين من مايو الجاري طالوا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنيا ووزير الدفاع يؤف غالانت بتهمة تحملها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة كما طالبت بحق رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار والقادر على كتاب القسام المعروف باسم محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لحماس سيد إسماعيل هنية هل برأيك محكمة العدل تعزز موقف فلسطين بقرار يزيد من عزلة إسرائيل؟ بالتأكيد يعني احنا دولة فلسطين انضمنا إلى محكمة الجنائية الدولية في عام 2019 وقعنا على ميثاق روما الميثاق الذي على أساسه تأسست المحكمة لكن دعني أوضح دور هذه المحكمة لأنه هناك يعني عند الكثيرين حالة من عدم الوضوح بالنسبة لدور المحكمة محكمة الجنايات الدولية تختص بمحاكمة الأفراد ولا تحاكم دول هي فقط حصريا محكمة تختص بمحاكمة الأفراد الذين تثبت عليهم تهمة ارتكاب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية جرائم الإبادة الجماعية وإلى آخري كما ذكرت سابقا أيضا الاستيطان ضمن ميثاق المحكمة هو جريمة حرب ثانيا توضيح إضافة إلى أنها محكمة تحاكم الأفراد ولا تحاكم الدول هي محكمة تكميلية ما هو المقصود قانونيا بالمحكمة التكملية يعني بمجرد صدور قرار المحكمة بمذكرات الاعتقال ستطلب المحكمة من دولة إسرائيل رسميا بأن تحاكم نتنياهو وقلانت إذا الدولة رفضت أو غير قادرة على ذلك إذن يجب تسليمهم إلى محكمة الجنايات الدولية عودة إلى سؤالك إحنا بما أنه نحن أعضاء في المحكمة فنحن نحترم قرارات المحكمة بالرغم من تحفظاتنا وأسجل لك ثلاث تحفظات على القرار الذي ذكروا النائب العام لدى المحكمة الأول في قرار تقديم طلب اعتقال لنتنياهو وقلانت قال إن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفس لكنه لم يذكر المدعي العام لأن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لديه الحق في مقاومة الاحتلال هذه نقطة أولى تجاهلها النقطة الثانية وأصدر فقط مذكرتين اعتقال أو تقدم بطلب إصدار مذكرتين اعتقال نحن نعتقد أن هناك الكثير الكثير من الأفراد مثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قادة الوحدات العسكرية التي ارتكبت الفضائع في قطاع غزة وأسمائهم معروفة قادة المستوطنين في الضفة الغربية الذين يمارسون الإرهاب على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يوميا فنحن نعتقد أن كان على المحكمة أن تصدر المزيد من أوامر الاعتقال بحق وثالثا التحفظ الثالث والأخير هو قضية الاستيطان مثاق روما وهو المثاق الناظم لعمل محكمة الجنات الدولية يقول بصراحة الاستيطان هي جريمة حرب ولدينا حكومة رسميا الاستيطان تشكل سياسيتها فلماذا هذا الصمت على هذه القضية وبالرغم من ذلك نقول نحن سعداء بأنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغلانت